جسا مع أخبار النادي الأهلي النهاردة الكابتن محمود الخطيب تفقد العصر الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل في المشاريع الإنشائية داخل لفرع النادي في التجمع الخامس تحديدا كان بيتطمن على سير العمل كان بيشوف المشروعات اللي بيتم تنفيذها حاليا وفقا طبعا للخطة الإنشائية ووصلت لحد فين واللي وضعها طبعا المجلس تمهيدا بإذن الله اللي افتتاحها في المرحلة الأولى في يونيو اللي جاي في شهر الستة من المشاريع كابتن محمود الخطيب كان معاه النهاردة في جولته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي كمان المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي المجلس الإدارة اللي بيشرف على كافة المشروعات في كافة الأفرع للنادي الأهلي كان النهاردة طبعا أكيد متواجد النهاردة الكابتن الخطيب كان بيتطمن على سير العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لبعض المنشآت على رأسها طبعا المبنى الإداري المبنى ده عايز أقول لحضراتكم أنه بتبلغ مساحته 250 متر مربع والمبنى الاجتماعي بقى بتبلغ مساحته 1200 متر وفيه طبعا غرف لخلع الملابس مساحتها 150 متر تقريبا النهاردة بيتم الانتهاء من صب القواعد العادية وبدأ العمل فعلا في القواعد الخرصانية النهاردة رئيس كمان النادي الأهلي كابتن محمود كان بيتابع عمال الانشاءات في منطقة الملاعب الرادية اللي بتضم ملاعب التانس السلة الطائرة اليد كمان وملاعب الكرة الخماسية وكمان الملعب الرئيسي بحيث يتم الانتهاء من تسوية الأرضية ليبدأ العمل في القواعد العادية وايضا الخرصانية شيء مميز جدا كمان الكابتن محمود الخطيب قام بجولة تفقدية كمان في فرع النادي باملي مدينة نصر برضو مدينة نصر في تطورات على أعلى مستوى بيتابع سر العمل في الانشاءات الخاصة بقى بالأسوار وجراش الأهلي في فرع مدينة نصر حرص كابتن محمود الخطيب على الوقوف طبعا على آخر التطورات الانشائية بشأن سور النادي بشرعية حسن مأمون وشارع النصر وان شاء الله هيبدأ العمل في سبتمبر الماضي وتقريبا تم سبعين في المية من الانتهاء العمل ان شاء الله في شهر فبراير المقبل الكابتن الخطيب بيتابع كمان أعمال الانشاء الخاصة بجراش النادي الجراش اللي كان مطلب كبير جدا جدا للجمعية العمامية اللي هتابلغ ان شاء الله مساحته حوالي تلاتة وتلاتين ألف متر مربع وبيتسع لحوالي ألف سيارة بعد كده طبعا مشوار طويل من الحصول على التصاريح الخاصة والمفقات اللازمة ويحل طبعا الجراش الجديد مشكلة كبيرة جدا جدا بتكدس سيارات الأعضاء وان شاء الله المشكلة دي هتتحل نهائيا تم الانتهاء كمان من 50% من المشروع فيما يتعلق بعمال الحفر يعني بدأ العمل بالجراش منتصف أكتوبر الماضي على أن إن شاء الله بإذن الله يتم افتتاح هذا العمل الكبير جدا اللي كان مطلب كبير لجماهير أو العضاء الجمعية العمومية في فرع مدينة نصر إن شاء الله في يونيو المقبل إن شاء الله بإذن الله نشهد هذه الكمال اللي افتتحت ترجمة نانسي قنقر